مرحبا جميعا في القناة. اليوم سؤال جديد للغاية 4 ونحن سؤال جديد في قناة 2 سؤال الانيرجي والموشن حسنا؟ دعونا اولا انيرجي خدنا قبل كده the ability to do work or make things happen or ability to do work or make a change ترد على عمل شغلة او احداث تغيير معلومة كده اي عن الانيرجي can't be created or destroyed يعني ما ينفعش اخلق انيرجي كده من مفيش او ما ينفعش ان انا ادمرها ما ينفعش انها ايه تفنى تروح في الهوى كده لكن بيحصلها ايه الانيرجي it changes from one form to another طبعا لا تفنى ولا تستحدث لكنها تتحول من صورة لاخر يعني ممكن نحول من صورة لصورة ثانية من انيرجي لانيرجي ثانية اه ممكن اه ممكن object around us store or use or produce energy يعني لو فترات في اي حاجة حواليت هتلاقي اما store energy مخزنة انيرجي او use energy فيها انيرجي مستخدمة او produce energy بيطلع عليك انيرجي يعني مثلا زي ما قلنا الكتاب كده انا محطوط على ايه على المرتب بتاعك ده بيخزن potential energy في طاقة use زي مثلا اللمبة اللمبة بتاعتها دي شغالة بايه شغالة بالكهربة اللمبة عن طاقة باعدادها التاعتها اللمبة بتاعط فيها تيميتال انيرجي. او ده هو الفود. القاتل اللي انت بتاتله ده بيقى فيه تيميتال انيرجي. طاقة تيميائية. لما قلت ايه? اه كل تالسيوم عشان العظم. كل حديد عشان الانامية. ما الحديد والتالسيوم والحاجات دي دي عناصر دي تعتبر مواد تيميائية. البطرية دي لما هنفتحها لايه فيها حاجات سودة ده مواد تيميائية ده. دي بتخزن تيميتال انيرجي. طاقة حركة. طاقة حركية او طاقة حركة. زي مسلا بريديوزد فروم الاتدفان. بريديوزد الناتده. هناك انت ستور مخزنة. هنا بريديوز الناتده من الاتدفان من المروح. بتطلع لك ايه? حركة. ما حنشولي بتطلعها هوا. هي بتتحرك. حركتها دي بقى لايت فيها هوافة بتلف الهوا معها. نجنية. اللي طالع منها حركة. سيرمل او هيت انيرجي. طاقة حرارية. زي اللي طالع من دفاية. هيتر. بريديوزد فروم هيتر. ناتجة من الدفاية. تعم. دي تريد تصور. في تاني. في تاني. راديانت او لايت انيرجي. طاقة ممكن من الصن. من الشمس. فاير. حريقة. كاندل. كل حاجة تطلع ليت. الاتجة انيرجي. طاقة تهربائية. فين بقى بلايا فين? اولا بريديوزد فروم سولار سيل. سولار سيل دي دي بطارية شمسية. دي فيه اعلات حزبة تتلاقي ايه فيها شاشة كده. دي تعتبر ايه? سولار سيل. البطارية شمسية. يعني ممكن تشتغل بالنور بتاع الشمس او الاضاءة دي. او فيه ناس بتحطيها فوق البيوت بيدو الشمس كده تطلع ايه? تهربة تشغل البيت ده. بدأ ما روح هتفعل ايه شيرت تهربة طول شهر كده. لأ. هرتب البطارية دي واستريها بقى. مش هستعي مش هدفع تهربة طول على العمر. ايه بعملها سيانة او حاجة. فده ايه? سولار سيل. وعندي بطارية اللي احنا قلنا ايه? البطارية بتاعت الرموت مسلا او بتاعت اي لعبة. البطارية دي بقى روحة تيموتر وترى بتطلع ليه. روحة موتر مائية وبحطها عشان تطلع تهربة. عندي ساون دي انرجي تطرها صوتية. او الصودة تطرها. او الصودة تطرها. ازاي? ازاي? بريديوز فروم بيانو. اللي تطلع بيانو ده بيطلع صوت. راديو. موبايل. اي حاجة بتطلع صوت. تي في بي بيطلع صوت. يبقى ده ساوند انرجي دي طارة. طارة لان هي مسلا ممكن تأثر في ودنر بتخليك تسمع. واحدة في ودنة كنو عملها الصوت جامل ما ودنة هتوجعت. يبقى الصوت ده يعتبر انرجي. الساوند انرجي. طعم. شاربنر يوزيس تواينيت انرجي. البراية دي بتستعمل الحركة دي بتاعة الالم اللي هو دي تعتبر انرجي. يبقى ده ايه? واخدنا زي اللي بلاقيه البطارية بتخزن كيميكال. زي اللي طلع من البطارية برضو بتطلع اللي هي بتستخدم. يبقى الثلاث حالات دول. طب ايه اهمية الطاطرة? بس تستعملها فيه الانرجي دي. مسلا. بس اخن مية على النار. او مما بتطبخ الاكل. يبقى بتستعمل ايه هي? بتستعمل هيت انرجي. يوز هيت انرجي. اضاءة البيوت. ايه اللي هم بتبقى لدوها البيت بتاع بناور البيت. يعني بتقصها لحركة ومكان الاشياء. يعني العربية دي بتتحرك بطوة. فيها محرك وفيها بنزين بيتحرك. يعني فيها ايه? كيميكال انرجي. ما هي ناخد ايه? بتطلع هيت وبتطلع العربية دي بتتحرك. لو عربية لعبة انت برضو بتلقها آآ بتلق التاب. ده ايه حرب ايه? بتأثر في الحركة ومكان الاجسام. كل ده بتستعمل فيها انرجي. يبقى دول اهمية الانرجي. طيب بوتا سيركل اراون زابول زاد هاز ان انرجي. مين في الصور دي اللي الكورة عندها انرجي. دي تشاطت دي لسه هيشاطة الكورة بتنطي على الارض. ودي تمسكت. مين فيهم عندها انرجي? هتلاقي اللي اتنين دود. دي واحد شاطة وخبطت في الشبكة وحتنزل. لسه عندها انرجي. دي تمسكت خلاص بقى وقفت على كده. فدول اللي عندهم انرجي. الورت. الورت ده. لفرصة ابلايت on an object or exerted by an object that calls motion. يعني الشغل ده كل ما بزول على الجسم او التي يبزل على الجسم لتسبب الحرقة. لما خدنا كده في الدرس اللي فات اللي بيزوق التتاب بيعمل وورت. لانه قدر يحرط حاجة. لكن اللي بيزوق الحاجة ما بيعملش وورت. القوة بتاعته شغالة وبستهلة انرجي لكن فين الشغل بتاعه? ما فيش شغل. فالشغل هو ايه? القوة اللي قصيت على الجسم او المبزولة عشان يسبب حرقة. في حرقة ايبة فيه وورت. ما فيش حركة ما فيش وورت. ايه خواص الانرجي? اولا انرجي كانت بي ستورد. انها ممكن اخزنها. وممكن احولها من طرة او من صورة الاخرى. يعني احنا ما بتشوفش الايه مش كل الانرجي بتتشاف. زي مثلا ساود. انت بتشوف الساوند? ما بتشوفوش. لكن ايه? بنحس بيها. سماعت انت الحاجة. الطهربة اللي مشه في السلت انت شايفها? لا مش شايفة بس حسيت ان فيه طهربة لما اللمبة نوارت. تالت واحدة اي نشاط محتاج انرجي. تحرك تاب. تمسك قلم. تمشي. كل ده محتاج منك انرجي. وورت بيحصل لما فيه قوة بتقص على الدسم ويتحرك. في موف. في موشن. يبقى فيه وورت. ما فيش موشن. يبقى انت عملت فرصة على الفوضي. وما فيش حركة. يبقى ما فيش شغل. تمام? مسلا تتينجابول اللي بتشوت الكورة دي. ايه اللي حصل? الانرجي هنا موفز فروم يور ليد تو زابون. التطرة اللي كانت عند البنت دي. اتحركت لها للكورة. خلت الكورة تتحرك. يبقى ايه? حوارت او نقلت التطرة بتاعتها. بقت في الكورة. يبقى ان الانرجي ايه? غيرت مكانها. من هي من البنت للكورة. يبقى دي ايه? انا مش شايف لكن حسيت بها فين? ان الكورة تحركت. ايه. بوتينشل وطرينيتر بقى. موضوعنا الاساسي عن بوتينشل وطرينيتر. بوتينشل ايه هي بوتينشل? هي تعرفة التطرة المخزنة في الجسم. التطرة المخزنة في الجسم. طب بوتينشل كده لوحدها. من غير انرجي. كلمة بوتينشل. معناها سامسنج ايز بوسيبول. يعني شيء ممكن يحصل. او 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 جسم او شيء مستعد ان هو يعمل شغل. او لسه مستعد ان هو يبقى ناشط. يعني هو حاليا خامل او لسه يعد مخزنة الرواق ومستعد ان هو يغيرها او يعمل فيها حاجة. ده ايه? ده اشارة المرور تده ده وضع استعداد. ده ايه اللاصفة تده علامة الصفرة. ايه? وضع استعداد. لان ترينيتت بقى. سامسنج ايز موفن. يبقى حاجة بتتحرط. ترينيتت حرط. يبقى في حاجة مشى. فاش تبقى وقف. وقفة يبقى بوتينشل. حاجة تتحرط برضو بوتينشل. لان ما تتحرط يبقى ترينيتت. تمام? برضو. البوتينشل تده من اشتالها. هنا اخدنا تده ايه? اني فيه احد اسمها او درافتيشنل. درافتيشنل بوتينشل انرجي. يعني من اشتال البوتينشل ممكن الدرافتي دي. الدازبية. دي تعتبر طاطة وضع. الكرة وهي فوق تده مخزنة طاطة دواها. ده اتمنين الطاطة دي? من الدرافتي. من الدازبية. الارض عملت شدها. بس هي عشان على ارتفاع كبير. واقفة فوق الجبل كده فمش عارفة تنزل. فمخزنة جرافتي. بدي طاطة مخزنة في الجسم. او كيميكال بوتينشل انرجي ازا باتري ايز نوت يوزد. لو البطارية مش مستعملة اشتريت انت بطارية ومستعملتهاش. البطارية دي مخزنة الكيميا لدواها. كيميكال انرجي. فبعدها مخزنة لسه ما اشتغلتش. لسه ما اتحركتش. يبقى ده ايه? بوتينشل. يبقى دي من اشتغل البوتينشل. جرافتي و كيميكال. جرافتي مخزنة فيها عشان ما اتحركتش تجازبها بتشدها لكن ما اتحركتش لسه. و كيميكال زي بتاعة البطارية. جواها كيميكال ولسه ما استخدمتاش. ساوند انرجي. ازاي ساوند انرجي دي تبعة طينيتر? قالت ساوند ده السوت. السوت بتاعنا ده عشان يطلع بيطلع على هيت موجات. الموجات دي بتتحرك في الهواء. يعني الصوت بتاعنا ده انت الحبرة الصوتية عندك هنا بتتهز فبيطلع الصوت. فبيطلع عشان يروح لواحد تاني او واحد تاني يسمعه او انت تسمعه بيمشي على اية الاموات دي. الخطوط دي اسمها ويفز. ساوند ويفز. فدي فيها حركة. يبقى بتتحرك. طب اللايت. ناخدنا قبل كده في دونة الاولين ان اللايت استرافل من ستيت لاين. لكن وهو ماشي في خط كده برضو بيتحرك في اية اموات. ويفز. بس الشكلها كده. مش زي دي. يعني فيه فرق في الشكل بين الساوند وبين اللايت. بس الاتنين يعتبروا ويفز. سولار انرجي. سولار انرجي دي التطرة شمسية. دي عبارة عن ضوء. يبقى زي ضوء ده. لايت ويفز. برضو بتبقى في الهواء. ايه الالتر انرجي دي? ده عبارة عن الالتريساتي باس روزا واير. فيه طهربة ماشية في السلط. ده تمثيل لها يعني انت ما بتشوفهاش. لكن ده تمثيل ان فيه طهربة في حاجة اسمها الالترونات. دي طهربة ماشية في السلط. بتمشي بسرعة كبيرة قوي ما بتلاحظهاش. انت لحاش تشوفها. لكن هي بتمشي في السلط عشان تنوى لك اللامبتش على التليفزيون. اقول ما تدوس عليها الحرقة بتشتغل. فيه او سير مالينيرجي طاقة حرارية. دي بتلاقي فيها يعني الاجزاء بتهتز. بص انا الحرارة دي قديه والاجسام بتتهزأ قديه. كل ما الحاقة تعليه الاهتزاز يزيد. كل ما مثلا كده انت حاطت مية على النار. والمية لسه يدوب. اول ما انت حاطتها المية ايه سابتة. ما فيهاش حرارة. تبتدي ايه البوتجال يشتغل والايه والحرارة تلاقي المية ايه بتبتدي تعمل بقليل. ايه وايه تتحرط. كل ما الحرارة تزيد كل ما الحرارة بتاعتها تزيد. البوتينشيل كان عندي صورتين. كيميكال ودرافيتشنال. كيميكال ودرافيتشنال. لانت عندي هنا بقى ايه؟ ساوند لايت سولر في اتنين بالاسوم. ساوند سولر لايت الاتت هيت. ساوند سولر لايت الاتت هيت. ماشي؟ دول الاشتراه اللي تتفيهم حرارة. اه. بتنشيل انرجي انتريز بوي. انتريز انتريز انت هايت اندميس. يعني اولا الايه? الايه الكورة دي وهي فوق تده عندها انرجي. عندها بتنشيل انرجي. طوطط وضع لانها مرفوعة فوق. فيها متخزنة جواها. طيب لما سيبها. هتفضل بتنشيل. مدام اتحركت تبقى تحولت ليه؟ لتنشيل. طيب نبص على الرسمة دي اللي تحت دي. العربية وفوق عندها البوتنشيل العالي. تبتدي تنزل تحت تلاقي الخط الازا ده بيقل والتنشيل بيزيد. بتنشيل بيقل والتنشيل بيزيد. تلاقي الهيط. معكده تلاقي الهيط. وهي نزلة الهيط بيقل ارتفاعها بيقل. وصرعتها بتزيد. سرعتها ينزيله. معكده تبتدي تزيد. يعني معنى كده ان الهيط الارتفاعه كل ما الحجة تبقى عالية كل ما كان البوتنشيل بتاحها عالي. كل ما الارتفاع عالي كان البوتنشيل عالي. طيب. لو انت طلع السلم مرة طلع بكيلو فتحة ومرة طالع باتنين كيلو فتحة. مين فيهم بتخزن بجوه اكبر? الاتنين كيلو. تلاقي نفسها بتبقى تعبين وانت بطالع بيهم. ليه? لان الرافتي بتشدك. فالبوتنشال اللي هيتخزن جواهم اكبر. فدي كده طول ما الهيط يعلى او طول ما الماس يزيد. الهيط والماس اللي اتنين بيأثروا في البوتنشال. طول ما الحاجة تعلى الفوق طول ما تطلع الدول العاشر الحداشر الاتناشر. او ما طول ما الماس يزيد طلع باتنين كيلو تلاتة كيلو اربعة كيلو. كل ما دول يزيده كل ما البوتنشال يزيد. الحاجة بفوق الجبل زي ما هنا فوق دي عندها بتنشال انيرجي. تبتزي تتحرط تنزل تتحول الى ترينيتيك انيرجي. تمام? اه. اللعبة دي. رولال توستر. حضر الكابه قبل كده. اه. هي طلعت ازاي? ايه اللي خليتها تطلع? ام? وايه اللي هتخليها تنزل? ام? هي اولا ان هي طلعت طلعت بطوة تهربة. رجل ما شغلت تهربة. وهي طلعت طلعت بالتهربة. ات موفز ابورد باي الاتت موتور. يعني هي طلعت في طلعة. طلعت دي خليتها تطلع. طب وبعدين. طلعت دي هتخزن هنا فوق. بصر بها وهي طلعة فوق. هتالي ماله بيعلى. او ما تبتزي تنزل بوتنشال راح والترينيتيك عالي. ويحصل هكذا. اجزة على قمة المنحدر. ايه تستور ماكسيمان بوتنشال انيرجي. وهي فوق فيها بوتنشال انيرجي عالي. وتخلي بلا كده بصوية على قمة الجبل ده او المنحدر ده والمنحدر ده. مين عنده بوتنشال اعلى? اه هنا. هنا كان عندها بوتنشال اعلى. لان ايه? ليه هنا بوتنشال اعلى من نفس العربية? لان الهيط هنا اعلى. الارتفاع اكبر. كلما الهيط يزيد كلما البوتنشال يزيد. طيب نزلت من العلمون الحضر يحصل ايه? بوتنشال بيقل ويتحول لترينيتيك. عشان تبقى لها دورينجي سلايدين وهي نازلة بقى. بص كده بوتنشال هنا كان عالي. طيب وهنا بوتنشال بدأ يقل. طيب الترينيتيك هنا كان ايه? قليل خالص او تقريبا زيرو. هنا بعد كده يبتدي الترينيتيك يزيد. وهي نازلة من العلمون الحضر. يبقى دورينجي بترينيتيك انرجيك. يعني كلما السرعة تزيد كلما يزيد. وهي نازلة هنا كده. هنا اعلى كده. ايه معنى هنا اعلى كده? ان هنا اعلى سرعة. وهي نازلة كده لسا ابقى اشوية. كد وقفة. يعني كده عندما تبهينا اعلى سرعة يبدأ اعلى تمام؟ يبقى انا عندي potential بتحول لترينيتر فوق potential عالي عشان الهيط عالي تبتدي تنزل تتحول لترينيتر والترينيتر يزيد طول ما السرعة تزيد وين تستوب بقى لما تيه توقف الاخر تلاقي تلوزس موشن انيرجي ابقيتش بتتحرك يعني الترينيتر بتاعها راحت خالص potential potential energy اتروباط انزا طوار هاز potential انيرجي الراجب بتاع الاتروباط ده اللي واقف فوق ده عنده potential انيرجي طب لو نازل هنا يحصل ايه وهو نازل بينط ال potential بتاعها هيفضل potential هيتحول لترينيتر يغبط هنا تلاقي الولا ده يحصل له ايه potential بتاعه نوع واقف هنا هيتحول ايه لترينيتر يهم يتير ومقفودي ايه فوق دول يبقى potential يتحول لترينيتر وهنا potential يتحول لترينيتر ويتحرر اه اه فيه فريكشن بينه وبين الارض طب لما تنط فوق هنا في المرحلة دي مثلا بتنط كده يبقى ايه على potential اعلى لانها تلاقي تبقى عن الارض لانها يحصل ايه اجري رافت على شدها تاني وتحول ال potential لترينيتر بده ما يترينيتر يبقى في اللعبة دي فيها potential وترينيتر طب عندي اجازة تده وتحولتها في اللعبة دي شغلها بايه وبتطلع ايه ينرجي يوز المستخدمة شغلها بالترينيتر طب بعد طلع لت ايه طلع لت لايت وهيت يبقى يوز المستخدمة وبرد يوز النتجة استخدمت اليتر وطلعت للايت وهيت طب ترش التشاف او فلاش لايت التشاف ده بيشتغل بالترينيتر بس الترينيتر يمنين جامل البطارية البطارية دي لو فتحت انت بقى البطارية دي تلاقي فيها عمود اس ودوه لها ده يعتبر مخزن قولناك كيميتال انرجي طب كيميتال انرجي اللي دوه دي هتطلع ايه هتطلع لايت وهيت يبقى هي من كيميتال طلعت اليتر والاليتر تخلت اللمبة تنور فطلعت لك في الاخر لايت اندهيت يبقى لو بطارية الوحدة كيميتال لا ليه لاليتر لكن هي بقى دوه الكشاف فاميقول كيميتال لاليتر للايت اندهيت من كيميتال لاليتر للايت اندهيت طب جاز اوفن الفرن الغازة ده شغل بالغاز الغازة بيتحرق يعني دوه كيميتال هو الغاز واقف كده فيها مخزن دوه كيميتال يبقى دي تبع البوتينشيل طب اول مولع فيه هيتحاول لهيت والايتل يسخل اللي هي هيت طب الفود الايتل بتاعك انت بتقول الايتل ده في مواتر مية وانا فيه حديد وفيه تلسوم وفيه فيتامينات واملاع تقول دي كيميتال هيتدي تريبة ايه تتعرف تتحرق ايدة رجلة تمشي يبقى ده تتعرف العربية او العربية الحديثة بتشدها على وره تمشي قدام وانت بتلف الزنبالت او بتشدها على وره بتخزن دوها تطوي بتنشل وبعد ذلك سيبها تتحول الى تتحول العربية تمشي اقمنوا المنشار ده بقى المنشار اليدوي ده انت شغال بيه شغال بايدك المنشار ده بيحط فيها ده مخزن جواها اول ما اتحرط اول ما اتحرط اول ما اتحرط ايدك منشار حيطع في الخشب فيتحول الى يبقى من متنشل لتتحرط طب لو الي اتحرط ما اتحرط يبقى من الي اتحرط ويقاطع في الخشب يبقى برضو كي اتحرط اول ما اتحرط البنزين ده رواية متخزينة في البنزين او الوطول للرواة العربية طب وبعدين العربية بلا ما شغل البنزين ده هيتحول لميكانيكال حركة ان العربية تتحرك ومفروض بيقولها تسخن العربية الاول يعني هيطلع هيت يبقى خالي بقى هو بيطلع هيت العربية بتسخن الاول وبعدها تتحرك ساوند مثلا لو انت بتسمع صوت حاجة بتشغل الراديو بتاع بيطلع لي ساوند لو فيه تجنيف بقى ايه فيها يعتبر يطلع هيت ده ايه سخن سياع يبقى يعتبر ايه هيت مطار او انترن الكمبولشن انجين بيحاول من تيميتال اللي هي البنزين اللي ده ده لتلات حاجات هيت العربية بتسخن الاول او عشغل تطريف وبيطلع لي ميكانيكال او طينيتك العربية بتتحرك ساوند لو بيشغل الراديو او التجديد اللي فيه يبقى يقول دي تطلع من تيميتال ايه بوتينشيل اللي ده هو البنزين يبقى يكان ايه بيرن جازولين انساديت ساعد انها تحرق البنزين اللي ده هو جازولين لنوع من البنزين او عن مشيها بنزين ماشي اخر حاجة عندنا بالون المنطاد منطاد ده شغال ازاي بيتير ازاي في الهوى ده اولا ده شغال بغاز طبيعي وما لم غاز لي بتاع البوتاريز اللي بتاع البنزين العربية بيخز انططرة كمائية طعم الراديو ده بيشغل الغاز وبعدين بيحصل له بيرنج فيتحول لهيت انيرجي المكان ده بيسخن والهوى السخن بيبقى خفق من الهوى العادي او من الهوى السياع فالهوى السخن بيبقى خفيف فيطلع لفوق فيخلي البالون المنطاد يطلع لفوق لما ايه حرقة البنزين فاطلع لهيت ولما اطلع لهيت حصل لتراينيتيت انيرجي المنطاد هيتحرر احد ما اوصل المكان اللي انا عايزة وابتدى بقى اقفل الغاز فالهوى يسقع فيبقى تقيل فينزل في المكان اللي انا عايزة تمام نرجع على potential النوعين بتاعها الرافيتشنال والتيميكال الاتنين المخزنين نرجع على تراينيتيت والخمسة بتوعه نرجع على تحاولات الطاقة هي الاديت اللي بتحاول من ايه الايه ماشي نرجع على كلام نقوله وان شاء الله نلقركم في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا